بوصلا 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 ما أجمله مثل الغيوم المرسلة من كل فن باقة فاحت هنا في بوصلا 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 السلام عليكم بوصلة التمكين الشخصي بعد أن تحدثنا عن لماذا التمكين الشخصي نتحدث في هذه الحلقة عن مفهوم التمكين الشخصي ماذا نقصد بالتمكين الشخصي التمكين الشخصي هو اكتشاف الشخص لمجاله وكفاءته والفهم العميق لذاته وتحديد نقاط القوة وتوظيفها في مشروع لشخص الإنسان حتى يحقق تنمية المجتمع وخدمة النفس والدين ماذا نكتشف الجهل كما يقول أحد المفكرين هو أخطر مشكلة واجهها الإنسان على مدار التاريخ والمشكلة الكبرى أن يكون المر جاهلا بأنه جاهل فيدعي المعرفة دون أن يمتلكها وإن من أشد أنواع الجهل خطورة جهل الإنسان بنفسه في جلسة مع أحد الشباب تحدثنا كثيرا عن قدراته واهتماماته وماذا يريد أن يفعل وماذا يمتلك من مهارات وماذا لديه من قدرات وكيف أنه حضر العديد من الدورات وحضر العديد من ورش العمل والمنتقيات والمؤتمرات ثم بعد حديث طويل رسمت له نموذجا و هذا النموذج يمكن أن يرسمه المشاهد الآن و وضعت في العمود الأول المجال و في العمود الثاني الأدوات و الوسيلة و في العمود الثالث الجمهور المستهدف و هذا النموذج يمكن أن تجده في كتاب يسمى أو بعنوان ما هي ميزتك الوحيدة هذا الكتاب يقول أن للإنسان هبة ربانية الله سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان حتى يحقق دوره في الأرض فحتى يستطيع الإنسان أن يكتشف هذه الهبة الربانية أو هذا التخصص أو هذا المجال أو هذا الشغف يحتاج أولا أن يحدد مجاله ثانيا يختار ما هي الوسيلة أو الأداة أو الطريقة التي سيستهدف فيها جمهوره أو فئته المستهدفة فمن خلال تحديد المجال والأداة والفئة المستهدفة ستجد أنك نقلت هذه الهبة الربانية والميزة التي أعطاك الله إياها إلى الناس و هذا المجال ستجد أن لديك فيه من المعارف والقدرات والإمكانات و توظف كل طاقاتك و مواردك في هذا المجال حتى تبينه للناس أعود للشاب أعود لهذا الشاب الذي تحدثت معه عندما تحدث كثيرا قلت له ما هو المجال الذي تحسنه فسكت لم يجد جوابا بعد فترة قال لا يوجد مجال فهو يفعل كثير من الأنشطة و المهارات و التعلم لكن ليس لديه مجال معرفي يستطيع هو من خلال هذا المجال أن يقدم مشروع و رسالة و دور في حياته لذلك هناك معارف يجب أن نمتلكها أو نعرفها و هناك مهارات يجب أن نمتلكها و قدرات و استعدادات يجب أن نعرفها و خبرات يجب أن نسخر هذه المعارف و المهارات و القدرات في مشروع واحد و في مجال واحد و في ميزة واحدة بذلك تستطيع أن تكون حققت قيمتك و شعرت بتمكينك الشخصي الذي يعينك على دورك في هذه الحياة و صلى الله و سلم على نبينا محمد باقت و انفاحت هنا في بوصلا 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 شكرا